أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز أسس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقا لتطلعة الدول وشعوبها نحو النماء والازدهار وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل جهودها انطلاقا من كونها ملتقا للسلام وداعمة لمختلف الجهود الدولية التي تصب في ترسيخ الأمن والسلام بما يسهم في الدفع بوتيرة التنمية نحو آفاق أرحب تعود بالخير والنفع على الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر رفع اليوم بحضور سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء سعادة السيد جيمس كليفرلي وزير الخارجية والكومنورث والتنمية بالمملكة المتحدة وذلك في إطار زيارته للبلاد للمشاركة في المنتدى الثامن عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة حيث نوه سموه بمستويات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما يشهد التنسيق المشترك بينهما من تطور ونماء على كافة المستويات بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين لافتن إلى أهمية البناء على ما تحقق لدعم الرؤى المشتركة بين الجانبين نحو مزيد من التعاون في مختلف المجالات وجرى خلال الإقام ناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على جدول أعمال منتدى حوار المنامة إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر